اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كودريجا صدمة في أوروبا بعد فوز الملياردير دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كيف سيتعامل الشركاء الأوروبيون مع رئيس أمريكي هدد في حملاته الانتخابية حلفاء الولايات المتحدة في حلف النيتو وانتقد مشروع الوحدة الأوروبية وهجم أيضا المستشار الألماني أنجلا ماركل ولكن ترامب وبعد انتخابه رئيسا مباشرة ألقى خطابا وصف بأنه تصالحي تعهد فيه بتوحيد الأمريكيين مجددا وحاول فيه طمأنة العالم فقال أنه يسعى لتحقيق شركات وليس سرعات مع دول الرغبة في التعاون مع بلاده فهل يمكن لأوروبا أن تثق في عود ترامب؟ وكيف ستتأثر الشراكة عبر الأطلسي في عهد ترامب وكذلك ملفات الشرق الأوسط الساخنة؟ هذا هو موضوعنا اليوم وأناقشه مع ضيوفي الكرام في الستوديو معنا الأستاذ حسن خضر الكاتب ورئيس التحرير من جالة الكرمل والدكتور ناجح العبيدي الخبير في شؤون الاقتصادية والسياسية ومعنا أيضا اشتفان بوخن الصحفي والمحلل السياسي أهلا وسهلا بكم جميعا والبداية معك أستاذ حسن ولكن قبل أن نخوض في بحر التكاهنات والتحليلات حول سياسة ترامب سواء تجاه الشركاء الأوروبيين أو في ملفات الشرق الأوسط أريد أن أطرح لك سؤال المليون دولار وهو كيف فاز ترامب في هذه الانتخابات؟ فاز ترامب لأنه استغل ما يشعر به قطاع واسع من الأمريكيين بالغضب إذا المؤسسة الأمريكية هناك إحساس بخيبة أمال هناك غضب السياسات العولمة والليبرالية الجديدة أيضا كان لها تأثير اقتصادي بالنسبة لما يسمى بالتعبير السياسي الأمريكي الوائت ووركين كلاس طبق العامل البيضاء تحديدا فهناك عامل اجتماعي بدون شك هناك عامل سياسي يتمثل في الموقف من المؤسسة هناك أيضا عامل استثمار الشعبوية وسياسات الهوية فترامب أعاد إنتاج كل مفردات ومصطلحات اليمين الأمريكي التي خرجت من التداول أو كانت ذات مستوى الأقل أهمية على مدار عقود مضت أعاد إنتاجها وهذا وجد فيه اليمين الأمريكي أيضا ما يمكن أن يعيدوا إلى واجهة السياسة أن هذا اليمين كان لفترة طويلة من الوقت على هامش المينستريم يعني التيار الرئيس في السياسة الأمريكية إذن هي عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية مع مزيج من الشعبوية وثقافية أيضا الشعبوية عامل ثقافي وسياسات الخوف أيضا عامل ثقافي طيب دكتور ناجح ولكن هناك سؤال يطرح نفسه بقوة هو كيف فشلت استطلاعات الرأي في التكهن بتوجهات الناخب الأمريكي الحقيقية وكلها كانت تتنبأ بفوز كلينتون حتى اللحظة الأخيرة يعني أود أضيف إلى الأسباب أيضا سبب فوز ترامب يعود أيضا إلى ضعف منافسته يعني المرشحة الديمقراطية كلينتون يعني الحزب الديمقراطي في الحقيقة فشل في إيجاد مرشح كفو وقادر على مواجهة ترامب كلينتون مستهلكة سياسيا هي تسلمت مناصب كثيرة وهي أيضا لم تأتي بشيء بجديد كل ما تعد به هو استمرار سياسة أوباما وطبعا هناك أيضا هناك احتجاجات وأيضا رفض لكثير من النتائج التي أسفرت عليها هناك خيبة أمل اتجاه سياسة أوباما وفي تقديري أيضا هو السبب العام والذي أيضا أشار إليه الأستاذ حسن هو الخوف من العولمة ونتائجها على أبرز شيء هي التجارة الحرة ونتائجها الاقتصادية الوخيمة وكذلك موجة اللجوء والنزوح والمخاوف من اللاجئين والمهاجرين وهذه لا تشمل المجتمع الأمريكي فقط وأنما العالم كله وبالتالي يمكن أن نفسر ظاهرة ترامب وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لنفس الأسباب وكذلك المد اليميني في أوروبا كلها تعود إلى الخوف من العولمة ونتائجها واستطاع ترامب بالفعل أن يعزف على الوتر الحساس لكي يجذب الناخبين إلى صالحه وهذا ما يفسر هذا صحيح بالتأكيد ولكن أيضا مسألة أن الاستطلاعات الرأي كانت تتكاهن بفوز كلينتون هل لديك تفسير؟ بالفعل يعني هذه خطأ مماثل لما وقعت فيه استطلاعات الرأي في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية أيضا كل التوقعات وكلنا نحن أيضا كنا نتوقع أنه البريطانيون سيصوتون إلى صالح بقائها ولكن ما حصل في تقدير الإعلام في هذا المجال لعب دور كبير أعطى صورة مشوهة لما يجري يعني هو صب كل جام غضب على ترامب وعلى تصريحاته المثيرة للجدل حول اللاجئين حول النساء حول كثير من القضايا والمكسيكيين والمسلمين وغيرهم ولكنه تناسى هموم الكثير من المواطنين وليس فقط الطبق البيضاء العاملة كلينتن فاز بستين مليون سات وبالطبع هناك الكثير من حتى من الإسبان والسود والنساء صوتوا لصالحي فإذن هذا خطأ كبير وقعت فيه استطلاعات الرأي وأدت إلى نشر صورة غير صحيحة غير للواقع السياسي الموجود في المجتمع هذه نقطة مهمة أريد أن أسألك اشتفعاً هل سهم الإعلام فعلاً في صعود ترامب وفوز ترامب لأنه لم يستطع أن يصل إلى الناخبين الأمريكيين المهمشين الذين فعلاً انتخبوا ترامب في النهاية أعتقد أنه لوسائل العالم دور ولكن دور غير مباشر لأنه واضح أنه خلال سنة وسائل العالم المصورة والمطبوعة وفي الإنترنت أيضاً هم استمتعوا بهذه اللعبة هم عجبوا بشخصية ترامب لأنه كل قصة عنه كل تقرير عنه يجذب المشاهد والسامع والقارئ لأنه هو شخصية غريبة مضحكة فضيحية يعني هو يعلي الفضائح فهذا يجذب المشاهد وعلى هذا المنطق ذهبت وصائل العالم وبهذا المنطق أيضاً سعدته في العلو إلى الرئاسة الأمريكية يعني هنا عندما نحلل هذا الموضوع تحليلاً عمق فنصل إلى أحد أسباب تدهور الديمقراطية في العالم الغربي لأنه هذا طبعاً مش لازم يكون دور وسائل العالم في المبدأ يعني مش لازم أنه وصائل العالم تحب أن تنشر تقارير عن شخصية لأنه هو سعلوك أو لأنه هو مسخرة أو لأنه هو يعني يفرج الفضائح عن نفسه هذا مش لازم يكون سبب أنه يكون دائماً في التلفزيون ودائماً في الجريدة ولكن هذا ما جرى في الولايات المتحدة وهذا دليل على التدهور الثقافة السياسية في هذا البلد وهنا نعود أيضاً إلى دور شركات استطلاع الرأي فرأي أنه إحنا نلغي شركات استطلاع الرأي ونحط رؤسائهم ومديريهم في السجن يعني هذا أنا أبالغ طبعاً يعني نعطلهم عن العمل نقول هيك يعني لأنه هم فشلوا فشلوا وهذا أيضاً صارت قاعدة من قواعد الحملة الانتخابية في أي دولة ديمقراطية أنه كل يوم وكل أسبوع يكون استطلاع الرأي جديد فهذا يعني عادة جزء من ماكنة الحملة الانتخابية والمشاهدون المصوتون المنتخبون هم يعني ما عندهم هدوء يفكروا يفكروا بالمواضيع المهمة الاقتصادية والاجتماعية وما هي يعني ميزات هذا المرشح وما هي ميزات المرشح الآخر يعني الكل يطلع على النتيجة الجديدة لآخر استطلاع الرأي يعني هذا شيء يخرب يخرب الثقافة الديمقراطية في أي بلد فأنا أتمنى تتوقع أن مراجعة هذه السياسة؟ لا لا أعتقد لا أعتقد لأنه لهذا المنطق يوجد قوة قوة في ألمانيا في فرنسا في الولايات المتحدة أنا لا أعتقد أنه يعني هذا الشيء سيتغير بسبب الفشل في استطلاعات الرأي يعني أنه أبدو نتائج خاطئة التي لم تتحقق يعني كلينتون لم تنتخب مع أنه يعني شركات استطلاع الرأي تنبأت بأنها ستنتخب يعني ولكن النتيجة لن تكون أنه لا نستعمل في المستقبل في استطلاعات الرأي نحن سنجتر مرة أخرى وراء استطلاعات الرأي وكل يوم وكل أسبوع نريد أن نعرف آخر استطلاعات الرأي ولكن في النهاية علينا أن نفهم أنه لا قيمة لهذا الشيء نقطة طبعا في غاية الأهمية وربما نناقشها في حلقة مقبلة ولكن أستاذ حسن عشر إليه أيضا الدكتور ناجح من انتخب ترامب يعني فوجئنا مثلا بأن نسبة كبيرة من النساء الناخبات زوات البشرة البيضاء انتخبنا ترامب رغم تصريحاته المهينة للنساء في حملات الانتخابة الهيسبانيكس أو الناخبون من أصول اللاتينية انتخبوا نسبة كبيرة أيضا انتخبت ترامب كيف نفسر ذلك يعني هذا الرئيس الذي أهانى هذه سهل تفسير ذلك سهل يعني بمعنى أن الأوساط التي أغضبتها تصريحات ترامب ترامب المختلفة في الواقع حول النساء حول المعاقين حول هايسبانيك يعني حول المكسيكيين حول ترحيل المهاجرين هي أوساط ليبرالية تنتمي على الأرجح إلى الطبقة الوسطى هي التي تهيمن على الجزء الأكبر من وسائل الإعلام الصحافة المرئية والمكتوبة هي التي تصنع أيضا الرأي العام بمعنى في الولايات المتحدة هناك شيء يسمى دائما هناك أشياء يجب أن تتكلم عنها بطريقة معينة فإذا خرجت عنها تكون قد انتهكت اتفاق ضمني حول لا يجب أن تقول السود مثلا يجب أن تقول أفرو أمريكانز الأمريكيين الأفارقة هناك تسميات مختلفة وانتهت كل ذلك أحد نقاط ترامب التي مكنته من الفوز أنه لم يتكلم على طريقة بوليتيكي كوريك هذا جانب الجانب الآخر ليس كل المواطنين هم أصحاب قناعات ليبرالية وليس كل المواطنين هم بدليل أن التمييز ما يزال ضد النساء موجود في أكثر المجتمعات الديمقراطية تقدما هناك تمييز ضد المثليين مثلا هناك تمييز ضد الأقليات لهذا التمييز أيضا قاعدة شعبية فبهذا المعنى هذا جانب ليس كل الناس ليبراليين أو أصحاب قناعات ليبرالية هذا الجانب الجانب الآخر والمهم أن الكثير من الناس عند التصويت لهذا المرشح أو ذاك هو يقدم نوع من الخصم الأخلاقي لمرشحي بمعنى يتسامح معه في نقطة ما لأنه يتفق معه في نقطة أخرى فربما يكون الناخب ضد الكلام بطريقة مهينة عن النساء ربما ولكنه يشعر بالذعر من وجود المهاجرين في المجتمع الأمريكي فبالتالي هو يمكن يتسامح مع النقطة الأولى هذا تفسير قرناه فعلا في التحليلات الأولى لنتائج الانتخابات والمؤكد أن معركة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وبشكل خاص تصريحات ترامب عمقت من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي ومن معادات البيض للسود والعكس والفقراء للأغنياء والمواطنين للنخبة الحاكمة نتابع بعض أراء المواطنين الأمريكيين في هذا التقرير للمرة الأولى أخجلوا من كوني أمريكية أتمنى أن يسود الأمل بدلا من الخوف والعنصرية وكرهية النساء لقد سئمنا الفساد على جميع المستويات سواء من قبل الديمقراطين أو الجمهوريين نريد التخلص من الفساد أريد الآن مشروبا سأهاجر إلى كندا دكتور ناجح هو ترامب استغل هذا الانقسام ورسخه في المجتمع الأمريكي وقدم للطبقات المهمشة يعني كابشف فداء في المسلمين يتمثل في المسلمين في المهاجرين وما إلى ذلك هل هو الآن في خطباته الأولى بعد الفوز تعهد بإعادة توحيد المجتمع الأمريكي أو تغلب على هذا الانقسام مرة أخرى هل هو قادر على ذلك في تقديرك؟ يعني بالفعل هو اعتمد لهجة جديدة في خطاب النصر ومتدى حتى كلينتون وطاقمها وعائلتها في محاولة لردم الهوى وحالة الانقسام العميقة التي يعاني منها المجتمع الأمريكي في الوقت الحاضر ولكن لتجاوز هذه الحالة يتطلب خطوات أخرى في المستقبل لا أستطيع أن أقول بأن ترامب سينجح في ذلك ولكن هذا أيضا سيعتمد على الطاقم الحكوم الذي سيختاره من سيختار من الوزراء؟ من يختار من المستشارين؟ لحد الآن هناك علامات استفهام كثيرة على هذا الموضوع لم يتضح مشروع ترامب كل ما سمعناه في الحقيقة من ترامب هو تصريحات مثيرة للجدل ولم يكشف عن برنامج واضح في كثير من الأمور حتى مثلا في مجال السياسة الداخلية مجال السياسة الخارجية فإذن الوضع في المجتمع الأمريكي على خلال الأشهر القادمة سنلاحظ صدمات ما حصل هو زلزال سياسي بالمعنى الحقيقي للكلمة وسنشهد حزات ارتدادية في المستقبل على مستوى المجتمع الأمريكي وعلى مستوى العلاقات الدولية بالنسبة للاقتصاد يعني هو يرفع شعار يريد أن يصبح الاقتصاد الأمريكي قويا كما كان يعني يريد انتهاج سياسات اقتصادية حمائية وإلغاء تفقيات التجارة الحرة وما إلى ذلك وزيادة الجمارك كل هذه تصريحات هل هي فقاع في حول الانتخابية هل سينفذ ذلك فعلا يعني يعيد أمريكا قوية كما قال يعني هذه كانت الجانب الاقتصادي ربما أحد أسرار نجاح ترامب وفي الحقيقة من المرفض للنظر هو ردود فعل الأسواق الأسواق في البداية أصيبت بصدمة ومنيت بخسائر ولكن سرعان ما عوضت هذه الخسائر يعني الانهيار الذي توقع البعض إذا يعني انتخب ترامب سيحدث انهيار في الأسواق المالية لم يحدث بل عكس بعد ذلك يعني وول ستريت وحتى مؤشر داكس حقق أرباح جيدة وهذا يعتمد إلى أنه في الأسواق أيضا هناك نظرة متباينة حول برنامج ترامب يعني بعض النقاط تلقى ترحيب مثلا هو وعد ببرنامج استثماري ضخم للغاية من أجل خلق فرص عمل يعني هذا لا أحد يضده هو وعد بتخفيض الضرائب هو وعد بتخفيض عجز الموازنة وهذه كلها يعني تلقى ترحيبا من الأسواق المالية ومن الشركات ولكن من الجانب الآخر هناك نقاط مثيرة للجدل يعني مسألة الإجراءات الحماية الوعدة بها هذه من الممكن أن تؤدي إلى حصول أزمات عميقة على المستوى الدولي بل وممكن أن تصل إلى حرب اقتصادية مع القوى الصاعدة وخاصة الصين وبطبيعة الحال لو حدث ذلك سيعني ضرب قاضية لبرنامجه لأن أيضا الولايات المتحدة لا يمكن أن الولايات المتحدة يعتمد على الاقتصاد العالمي وهي مرتبط ومتداخل ومتكامل ومندمج في الاقتصاد العالمي ولا يمكن أن يتقوقع وينكمش على ذاته بالتأكيد هذه نقطة مهمة اشتفى يعني وألمانيا والاتحاد الأوروبي هناك قلق كبير هنا من أن ينفذ ترامب سياساتي فيما تعلق برفض تفاقية التجارة الحرة تيتيب اختصارا أو إلغاء تفاقية النفطة كيف تتوقع أنت تأثيرات ذلك اقتصاديا على الاتحاد الأوروبي وعلى ألمانيا الوضع ليس هكذا أنه ترامب هو يخالف تنفيذ تيتيب وأوروبا تريد تنفيذ هذه المعاهدة هذا ليس صحيح لأنه في أوروبا معظم القوات السياسية تتحفظ من هذه المعاهدة وتخالفها فإذا بدك فترامب ومعظم القوات السياسية في أوروبا في هذا الموضوع تتكلم بنفس الصوت ولكن أنا أخالف مبدئيا مع عبارتك أنه هو ينفذ سياساته يعني أنا أختلف مع مصطلح سياسات ترامب ما هي سياساته؟ لا توجد سياسات ترامب هذا المصطلح مع الأسف غير منطقي ولا يصف الوضع الحقيقي لأن ترامب هو تاجر هو تاجر ناجح وهو يفحص السوق وهو اعتبر المجتمع الأمريكي كسوق وهو حلل أنه معظم الناخبين هم مصابون بالإحباط الإتصاد الاجتماعي والثقافي ويعني محبطين من المؤسسة السياسية من الاستبليشمنت مبعدين نوعا ما فإذا أنا هم هذول هذه الأكثرية معجبة بي فأنا سأنتخب رئيسا للولايات المتحدة وهو نجح بهذا البرنامج ولكن ما عنده سياسة ما عنده تفكير سياسي فأنا مثلا لا أتوقع أن الآن أمريكا ستنغلق اقتصاديا أو أنه هو مثلا هل يوثق صداقة مع بوتين يعني اليوم يوجد الكثير من التكهنات ما سيقوم به ترامب هي تكهنات مدنية على تصريحاتي أنا أقول لك تصريحاته مش مهمة لأنه لا نستطيع أن نثق بتصريحاتي اليوم علينا أن نقول لا توجد له سياسات لا توجد له نوايا أيضا لا يوجد له برنامج إحنا أمام المجهول بالنسبة لهذا الموضوع أنا أعتقد أنه في الإدارة الأمريكية هناك مجموآت قوة عندهم تفكير سياسي مثلا في المخابرات مثلا في المؤسسة العسكرية مثلا في الوزرات في مجموعات عندهم تفكير سياسي بموضوع معين مثلا بموضوع إيران مثلا بموضوع إسرائيل مثلا بموضوع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مثلا بخصوص العلاقات مع بوتين فهذه المجموعات الآن ستحاول برأي أن تقدم برامجها وتفكيرها السياسي وتملأ الفراغ الذي جابه ترامب لأن ترامب هو جاب بالحقيقة فراغ سياسي يعني وسيكون رئيسا فقط في الواجهة وليست له أراء سياسية يريد تطبيقها يعني ليس له هامس سياسي هو يهتم بنفسه وربما هنا كمان لا نعرف أنا قلت أتوقع أنه في مجموعات سياسية في المخابرات في المؤسسة العسكري ستحاول أن تقدم برامجها السياسية ربما لن تنجح أنا لا شك لي بأن ترامب يريد أن يحقق أهدافه بالمعنى أنه هو يبرز نفسه وربما سيكون ديكتاتور يعني اليوم علينا أن نتذكر أنه في 31 يناير 1933 ألمانيا لم تكن ديكتاتورية يعني يوم واحد بعد وصول هتلر إلى منصب يعني ريس كانسلر المستشار ألمانيا لم يكن ديكتاتورية بعد يعني هو حقق هذا الموضوع خلال أشهر ولكن في تقدير المقارنة بين ترامب وهتلر مقارنة غير صحيحة يعني هتلر جاء من خارج المؤسسة الديمقراطية يعني في تقدير هذه مقارنة لا تصح لا تاريخيا ولا سياسيا هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر أريد أن أسمع رأيك أستاذ حسن ولكن نتابع هذا التقرير مبدئيا أشتفان قال لا توجد سياسات لترامب حتى الآن يعني في هذا التقرير نستمع إلى بعض أراء ترامب في أهم القضايا السياسية والاقتصادية ربما نستشف منها ملامح السياسة الخارجية القادمة فيما يخص حلف الناتو يضع ترامب دعم الحلفاء محل تساؤل وهو يرى أن من لا يساهم بما يكفي عليه أن يحمي نفسه بنفسه وفي الحرب السورية يريد ترامب على حد تعبيره قصف تنظيم داعش الإرهابي حتى القضاء عليه كما يريد إرسال قوات برية أيضا وعلى العكس من ذلك لا يعتزم مواجهة الأسد وبشأن التجارة العالمية لا يؤيد ترامب حرية التجارة باعتبار أن المنافسة الخارجية تضر بالاقتصاد الأمريكي لذا فإن اتفاقية التجارة الحرة بين ضفتي الأطلسي المخطط لها لن يكتب لها النجاح في ظل ترامب وفيما يتعلق بالتغير المناخي يريد ترامب إلغاء التزام الولايات المتحدة باتفاق باريس للمناخ وماذا عن العلاقات مع ألمانيا؟ ترامب يعتبر المستشارة الألمانية ميركل خيبة أمل ووصف موقفها إزاء أزمة اللاجئين بالكارثة والآن هل ستتغير سياسات ترامب أم أنه سينفذ أجندته المثيرة للجدل؟ أستاذ حسن رئيس الأمريكي بالتأكيد له دور مهم في سياسة خارجية القادمة ما رأيك أنت هذه الأراء المثيرة للجدل فيما تعلق بالتي قال ترامب؟ كيف ستكون مثلا سياسة الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي؟ هو يريد تغيير حتى أشكال التحالفات داخل حلف النيتو هذه كلها أمور تصريحات أم أنه سيسعى فعلا لإحداث هذا التغيير؟ هذه التصريحات وهي تصريحات لا يمكن أن تصدر إلا عن رجل جاهل هي مصدر الخطر في الواقع أو مصدر القلق هذا أولا ثانيا من غير المتوقع أن يتمكن ترامب من تحقيق كل ما وعد به هو وعد بترحيل 11 مليون مقيم غير شرعي هو وعد بتمزيق المؤهد مع إيران هو وعد ببناء جدار مع المكسيك على أن يدفع المكسيكيون التكاليف ألمانيا واليابان أيضا يجب أن يدفعوا مقابل الحماية على أي حال الأمريكا دولة ومؤسسات والمؤسسات ذات نفوذ قوي وهناك رأي عام أمريكي أيضا فبالتالي على الأرجح سيحدث أولا سيحاول الجمهوريون والديمقراطيون على ما أعتقد وقطاعات أخرى هناك قطار الآن يمشي بسرعة 100 كيلو متر في الساعة هناك سائق لهذا القطار هو مهرج وجاهل وينطوي على خطر أن يؤدي إلى صعود الفاشية في الولايات المتحدة ويدمر المجتمع فسيحاول الكل أن يقدم إرشادات لهذا السائق المتهور هذا أولا ثانيا هذا السائق لديه لدى الجمهوريين في المجلس الشيوخ والكونغرس أغلبية بالواقع فبالتالي بالنسبة لخصومه سيكون لديهم صعوبة في الواقع في محاولة ردعه هو هذا الشخص بلا سياسة أو كما يقول الأمريكيون يصعب التوقع بماذا سيفعل وبالتالي أنا أعتقد سيحاول أن يتصرف أو أن يتظاهر بشكل رئاسي بمعنى أن الحملة الانتخابية شيء والآن نحن business is business ولكن حتى بهذا المعنى هناك دخلت الولايات المتحدة في نفق هناك أزمة حقيقية هذا غير قادر على أن يخرج البلاد من هذه الأزمة هو تعبير عن هذه الأزمة هو تمثيل لهذه الأزمة الكل ينتظر الآن بنواية طيبة الكل ينتظر من هي تشكيلة المستشارين الذين سيرسمون سياسة لهذا الشخص لا أحد يعرف حتى الآن نعم في من يسلي نفسه اليوم ويهدي نفسه ويقول أمريكا تغلبت على نيكسون وتغلبت على ريغين وأمريكا بقيت ما هي قصد هؤلاء أن يقولوا نيكسون لم يضر أمريكا بهذا الشكل وأيضا جورج بوش فنحن نتغلب أيضا على ترامب وأنا أختلف مع هذا التفكير أشد الإختلاف برأيي ترامب يختلف عن هؤلاء الرؤساء السيئين مثلا مثل جورج بوش الذي مثلا خلف الكثير من الخسائر يعني إلى الآن نتكلم عن هذا الموضوع ولكن ترامب يختلف هو يستطيع أن يجري ثورة في المؤسسة السياسية الأمريكية وأنا أكرر ألمانيا في 1931 لم تكن ديكتاتورية ولا نعرف ماذا ترامب سيفعل نحن أمام المجهول هنا أنا أعتقد نقطة اشتفان مهمة يجب أن يؤخذ بالاعتبار هي نقطة مهمة أريد أن أخذ برأيك دكتور ناجح ولكن نتحدث بشكل محدد عن علاقة مع الاتحاد الأوروبي والشراكة عبر الأطلسي يعني تصريح وزير خرية ألمانيش تايمير توقع علاقات صعبة مع ترامب يعني خلال الفترة القادمة الاتحاد الأوروبي سيواجه فترات عصيبة في الحقيقة أوروبا بشكل عام والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنس وهذا لم يساهم فيه ترامب فقط وإنما أيضا القيادات والنخب السياسية في الدول الأوروبية النخب السياسية على وجه الخصوص في ألمانيا وفرنسا تدخلت بشكل سافر في الانتخابات الأمريكية وغير معهود يعني خالفت الأعراف الدبلوماسية التي كانت سائدة يعني عندما يأتي كثير من السياسيين الألمان أعلنوا صراحة أنه ضد ترامب ومع كلينتون وحتى المستشارة الألمانية يعني احتفظت برأيها إلى اليوم الأخير وارتكبت خطأا جسيما الآن سيأتي يوم الحساب لحد الآن الكثير من قادة دول العالم الصين وكوريا واليابان اتصلوا بترامب ولكن لم يتصل به أحد من الدول الأوروبية فإذن سيكون هناك تغيير في الموقف من الاتحاد الأوروبي العلاقات ستشهد أزمة وأمريكا سوف تطالب الأوروبا بمزيد من الدور يعني ماليا وعسكريا في حل الأزمات وهناك نقطة أخرى أيضا في تقديري النخب السياسية في برلين وفي باريس على وجه الخصوص ترتجف حاليا خوفا من تكرار السيناريو الأمريكي يعني من الممكن أن يتكرر هذا السيناريو وتأتي قوى يمينية شعبوية إلى السلطة أيضا في هذه البلدان وهذا من الممكن هذا السيناريو ممكن أن يحدث إذا لم تنتبه القوى الديمقراطية وتأخذ بخاوف شريحة واسعة من المواطنين على محمل الجد وفي مقدمتها المخاوف وأعيد وأكرر المخاوف من العولمة هذه ليست يعني المخاوف من العولمة تشمل الجميع يعني ليست ترامب وحده يرفض اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ولكن اليساريين أيضا يعني شوف نقاط اليساريين في أوروبا أيضا هم رافعين شعار مناهضة هذه يعني شوف هناك التقاء رغم أن هناك خلاف أديولوجي بين الاثنين ولكن هذا الموقف ربما يوحد الكثير من القوى المتعارضة والمتباينة لديك الملاحظة أنا برأيي الموقف في أوروبا من الانتخابات الأمريكية يعني إذا سمي تدخل أو إبداء رأيه هو أشاء طبيعي لأن هناك أعلاقات متداخلة بين مختلف الحكومات في العالم والولايات المتحدة ما يحدث في الولايات المتحدة من تدخلات في شؤون أوروبا وغير أوروبا هو أمر مكشوف مفتوح يعني وخاصة في ظل في آخر يعني عشرين أو ثلاثين عام التدخل الاقتصادي السياسي الثقافي فالموقف إذا الانتخابات في هذا البلد أو ذاك أو ترجيح ميل أعتقد هذا شيء كانت غير معهومة هذا صيغة غير معهومة بس يعني جملة واحدة في سنة ستكون هناك انتخابات في ألمانيا ماذا سيحدث لو ترامب يؤيد مرشح القوى اليمينية هذا صحيح ستقوم القائمة هذا أسلوب غير يمي يكون موجودا وفي الحقيقة هذا أسلوب ضار كان هذا هو الشق الثاني من الموضوع عندما يبدي الأساسة الأوروبيين الأوروبيون ملاحظات بشأن الانتخابات الأمريكية ويعبرون عن ميل ما هم في الواقع يخوضون معركة داخلية أيضا في بلادهم لأن صعود اليمين الأمريكي صعود اليمين في بريطانيا سيؤثر على بقية دول الاتحاد فبالتالي سيجد السياسي في كل دولة من دول أوروبا نفسه مضطرا للتعبير عن موقف خارجي لأن هذا الموقف الخارجي يتصل بقضية داخلية أيضا هو لا يستطيع أن يتظاهر بالحياد هذا العالم العربي أو السياسة العربية بنفاقها المعهود أستاذ حسن وحل الإشكاليات وراء الستار أستاذ العرب دائما يحاولون الحفاظ على نوع من الحياد المطلق وهو حياد كاذب في السياسة لا حياد نريد أن نعود إلى العلاقة مع أوروبا أشتفان نعم عندما رجح مثلا الرئيس الألماني كوك كلينتون أو مثلا حضر من ترامب نستطيع أن نقول هذا تدخل ولكن هذا تدخل لم يؤثر على يعني مصار الانتخبات في الأمريكا يعني المصوت مصوت ترامب في ديترويت أو في ميشيكين هو لا يستمع إلى ما يقوله رئيس ألمانيا عن هذا الموضوع لذلك هذا الموضوع يعني مش مهم مش مهم يعني أنا أوافق أنا أوافق لأنه في أزمة الآن في الألاقات بين أوروبا والولايات المتحدة هذا لا شك فيه ولكن عالميا لأنه لانتخاب ترامب عواقب عالمية وعالميا برأي شيء آخر أهم من العلاقات الأمريكية الأوروبية وهي العلاقات الأمريكية الصينية ورأيي يعني علينا أن نطلع على هذا الموضوع في الوقت القريب لأن لأن الصين أقوى دولة سياسيا اقتصاديا وأيضا عسكريا صار يعني فهنا مواجهة نحن أمام مواجهة بين الصين والولايات المتحدة وأنا أقول الولايات المتحدة متدائنة جدا يعني توجه الصين ماذا إذا ترامب يقول للصين طيب إحنا تدايننا بأكثر من بليون دولار للدولة الصينية ولكن عندنا 15 ألف رأس نووي هل هل تصرون على أنه إحنا نرجع الديون يعني إحنا أمام سيناريوهات كهذه وهي خطيرة جدا هناك تصريحات في المواجهة معصوية ولكن إحنا أمام سيناريوهات كهذه وهي خطيرة جدا خطيرة جدا وهناك غموض فيما يتعلق بسياساتي وما إلى ذلك ولكن هناك تصريحات من داخل حملة ترامب الآن تقول أنه سيسعى لتحسين أو إصلاح حلقات الولايات المتحدة مع بعض الدول الكبرى في العالم هذا شيء عام يجب أن تنتظر كيف يترجم الكلام هل تعتقد هل هناك في تحليلك أستاذ حسن هل هناك دولة محددة مقصودة بهذا هل هي روسيا مثلا لا حتى الكلام عن روسيا بمعنى التقارب مع روسيا يجب أن نرى كيف سيترجم ربما يترجم بشكل غير متوقع يعني هناك تناقض بالنسبة الشرق الأوسط مثلا هو يريد إعادة النظر في المعاهدة وهو يريد صداقة مع روسيا روسيا وإيران في الشرق الأوسط هناك التقاء في نقاط كثيرة فكيف سيتم التوفيق بين الموقف من إيران من ناحية والموقف من روسيا من ناحية أخرى هناك قضايا وإشكاليات أمن الخليج هناك سوريا هناك العراق المشكلة ليست أوروبا فقط فبالتالي نحن لا نعرف حتى الآن كيف ستكون هذه السياسة ومدى ما ستتسم به من انسجام بمعنى هل ستكون السياسة في أوروبا منسجمة مع السياسة في الشرق الأوسط لا تستطيع دولة بحجم الولايات المتحدة إلا أن تنسق مع حلفاء هالأساسيين في العالم هناك الناتو هناك مشكلة مع أردوغان هناك تركيا فالمسألة تستجاوز هذه الدولة أو تلك وتتصل بالتصور الاستراتيجي العام يعني عادة يقال أوباما دوكترين يقال مثلا كارتوريس دوكترين النظرية أو مبدأ فلان ما هو مبدأ ترامب يعني ربما سنعرف خلال الأشفر هو لا مبدأ هو لا مبدأ هناك بعض المشاهدين المتابعين لنا طبعا على صفحة الفيسبوك منهم محمد دملخي يعني قال ردا على سؤال هل تتوقع أن يصبح العالم أكثر سلاما أم أكثر عنفا في عهد ترامب قال أنه يعني في رضي أنه ترامب إنسان سيء هو ضد الإسلام والعرب ولكنه شخص تجاري يهمه في النهاية أحلال الأمن لتربح شركاتي والشركات الأمريكية أكثر هذا رأي أحد المشاهدين دكتور ناجح هل هو فعلا العالم سيصبح أكثر سلاما أم أكثر عنفا في عهد ترامب في تقديره في تغيير بينه صعب الآن التكهن بذلك لكن بكل تأكيد سهناك تغيير في النظام الدولي تغيير في السياسة الدولي وهذا ناتج لأنه يعني ترامب صحيح مرتبط بالمؤسسة ولكن الرئيس الأمريكي له صلاحيات واسعة أوسع من صلاحيات رؤساء الدول الأخرى وبالتالي سنشهد أسلوب جديد في الحكم وهذا سينعكس على العلاقات الدولية والولايات المتحدة بالصين أو بأوروبا أو الشرق الأوسط طيب يعني بالشرق الأوسط ولأن الوقت يدهمنا يعني تحديدا في ملف السوري ترامب يريد محاربة دهاش ويريد يعني كما قال ذلك في السياسات فيما بعد ولكنه يريد التقارب مع روسيا على حساب مع استمرار بقاء نظام الأسد هل تتوقع فعلا يعني نحو هذا التغيير الجزري في ملف السوري هو بوادر هذا التغيير بدأت في عهد أوباما وبتقديري بشار الأسد هو أكثر رؤساء الدول سعادة بمجيء وبفوز ترامب ولكنه لم يفصح على ذلك لم يهن ترامب في التقديري الآن الفرصة موجودة للتوصل إلى تسوية معينة في إطار السوري في عهد ترامب لأن ترامب يركز على محاربة داعش وليس على إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد وهذا من الممكن أن يوفر بعكس كلينتر وهذا من الممكن أن يوفر فرص جيدة للتسوية مع روسيا مع إيران وغيرها من القوى الإقليمية ولكن طبعا ستكون هناك أيضا قوى خاسرة في مقدمتها السعودية ودول الخليج باختصار أستاذ حسن يعني هو مؤيد وداعم قوي للإسرائيل وهناك تصريح من سياسي إسرائيلي متشدد أنه يمكن أن ننسى القضية فلسطينية الآن لا الإسرائيليين أكثر ذكاء من ذلك الإسرائيليين موقفهم إزاء ترامب أتحدث أنا عن النخبة الحاكمة هو ترقب وانتظار وتفاؤل وتشاؤم في نفس الوقت تشاؤم مع شخص يصعب التوقع ماذا سيفعل بتصرفاته أحيانا عندما يكون لديك صديق متهور أنت تخاف منه أكثر من أن يكون لديك عدو وعاقل فبالتالي بالنسبة لكيف هو العالم الآن هذا يصدق على العرب وعلى غيرهم العالم الآن هو أصبح أقل أمنا هو أكثر إثارة للخوف الوجود في العالم نحن لا نعرف كيف ستتصرف إدارة ترامب ولكن لا نتوقع أن نرى الكثير من الأمور الإيجابية شتفان في عشرة ثواني يعني إحنا أمام خطرات عزيزة كما قلت ولكن نتذكر شيء واحد لو كلينتون انتخبت فالعالم أيضا كان يصبح أقل أمنا شكرا شتفان شكرا 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 دكتور ناجح مشاهدين الكرام أتينا إلى نهاية البلنامج شكرا على حسن متابعنا القاكم في حلقة قادمة إن شاء الله المترجم للقناة